بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا عزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات اليوم شاء الله بإذن الله سنبدأ في أول درس في الفصل الثالث وهو الأعداد المركبة هذا رابط الدرس الرقمي للأعداد المركبة فيما سبق درست تبسيط الجذور التربيعية هذه مهارة سابقة كيف نبسط جذورا تربيعية في هذا الدرس بإذن الله رح نجري العمليات على الأعداد التخيلية البحتة ورح نجري طبعا هذا بيكون في الحصة الأولى في الحصة الثانية رح نجري العمليات على الأعداد المركبة وبنشوف الفرق بين الأعداد التخيلية البحتة والأعداد المركبة وماذا نعني بالأعداد التخيلية المفردات الوحدة التخيلية والعدد التخيلي البحت والعدد المركب والمركبان المترافقان نشوف فقرة لماذا بالنظر إلى الشكل المجاور تلاحظ أن التمثيل البياني للمعادلة y تساوي x تربيع زاد 2x زاد 4 لا يقطع المحور x هذه هي عندنا التمثيل البياني نلاحظ هنا المعادلة اللي باللون الأزرق هذا محور x اللي باللون الأسود حددتنا الآن باللون الأحمر نلاحظ التمثيل البياني لا يقطع محور x لذا الآن التمثيل البياني لم يقطع محور x هذا ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ نحن الآن لما نحل معادلة ونوجد قيمة لـ X قيمة لـ X طيب الآن لما لا يقطع محور X يعني أنه ليس للمعادلة جذوراً حقيقية فهل يعني ذلك أنه ليس للمعادلة حلول؟ هل أن المعادلة ليس لها حلولاً؟ للتأكد من ذلك رح نستعمل الآلة الحاسبة بالضغط على مفتاح ON ومنها رح نختار مستند جديد ثم رح نختار إضافة تطبيق الحاسبة لهذه أيقونتها ثم رح نضغط منيو ونختار منها العمليات الجبرية بعدين أدوات كثيرات الحدود بعدين الجذور الحقيقية لكثيرات الحدود ثم رح ندخل اللي هي X تربيع زائد 2X زائد 4 ورح نضغط ENTER مرتين رح يظهر لي على الشاشة كلمة خطأ وهذا يعني أنه لا توجد حلول حقيقية للمعادلة ولكن هناك حلول تخيلية رح يكون هناك ماذا؟ محسنتم ممتاز حلولاً تخيلية طيب لاحظوا هنا المعادلة لما دخلناها طلع لنا كلمة خطأ لم يتم تعريف المتغير إذن الأعداد التخيلية البحثة قادت المعادلات كالمعادلة السابقة الرياضيين إلى تعريف للأعداد التخيلية ووحدتها التخيلية اللي هي I حيث تعرف الوحدة التخيلية I على أنها الجذر التربيعي الموجب للعدد سالب 1 وبعبارة أخرى فإن I تساوي جذر سالب 1 كم جذر سالب 1؟ نحن نعرف أن السالب داخل الجذر ليس قيمة غير معروفة قيمة غير معروفة يعني خارج الأعداد الحقيقية الآن وضع له الرياضيون انقادوا بسبب تلك المعادلات إلى تعريف الجذر السالب ووضعوا له وحدة تخيلية اسموها وحدة تخيلية اللي هي I إذن العدد التخيلي ليس عدد حقيقي إنما نحتاج هذه الأعداد لننواجهها كنا نشتغل مع معادلات حلو لما نجنح لهذه المعادلة لما رح نلقى لها حل هذا يعني لما أربع الآي إذن الآي اللي هي الوحدة التخيلية الآن ماذا تساوي الجذر الموجب الجذر الموجب للعدد سالب 1 للعدد سالب 1 طيب لما نربع الآي طبعا رح نربع الطرف الثاني والتربيع يروح مع الجذر رح يبقى سالب 1 يعني الآي تربيع تساوي سالب 1 الآي تربيع تساوي سالب 1 والأعداد في الصورة 6 آي سالب 2 آي آي جذر 3 أي عدد حقيقي مرافق له من أو يلازمه الآي بجانبه الآي بجانبه مضروبا فيه نلاحظنا هنا مضروبة 6 مضروبة في آي سالب 2 مضروبة في آي آي مضروبة في جذر 3 هذه كلها أعداد تخيلية بحتة أعداد تخيلية بحتة عدد تخيلي هذا عددا تخيليا 6 نعرف عدد حقيقي لكن وجود الآي مع الستة هذا يعني أن الآي مكررة 6 مرات لذلك نقول 6 آي وهي طبعا جذور تربيعية لأعداد حقيقية سالبة لأي عدد حقيقي موجب مثل بي فإن الجذر التربيعي السالب بي تربيع رح يساوي طبعا أنا رح أخذ ماذا؟ الجذر بدون الإشارة السالبة في جذر وأطلع السالب واحد في جذر الحالة رح يعطيني الناتج هنا اللي هو ماذا؟ بي تربيع التربيع يروح مع الجذر يبقى لي بي وجذر سالب واحد اللي هو آي جذر سالب واحد رح يكون آي فالآن هذه الستة مثلا نتجت من وين؟ هي جذور تربيعية لأعداد حقيقية لكنها سالبة طلعت الستة والسالب اللي داخل الجذر طلع بالآي عندنا مثال الجذور التربيعية للأعداد السالبة بسط كل مما يأتي عندي جذر تربيعي لعدد سالب طبعا قبل كنا نقول ليس له قيمة قيمة غير معرفة أما اليوم لا خلاص رح نحط له قيمة أسميناها اللي هي العدد التخيلي طيب نأتي الآن جذر 27 كم؟ أحسنتم ممتاز أول شي رح نحلل العدد طبعا 27 عبارة عن ثلاثة تربيع في ثلاثة والسالب واحد طلعناها يعني خليناها بدون خذناها عامل مشترك أو ضربناها لحالها مع تحليل العدد رح نوزع الجذر على الضرب رح يكون عندي هنا جذر سالب واحد مضروب في جذر ثلاثة تربيع مضروب في جذر ثلاثة مين اللي رح يطلع من داخل الجذر؟ أحسنتم ممتاز اللي هي الثلاثة هنا رح تطلع من داخل الجذر وجذر سالب واحد عرفناها اللي هو آي وجذر ثلاثة طبعا تنزل مثل ما هي لأنها عدد غير نسبي يعقول لي جوه الجذر هنا اللي هو الثلاثة ليس مربع كامل فالناتج هنا الآن صار عندي كم؟ لو رتبناه ثلاثة آي جذر ثلاثة هذا عددا تخيليا بحتا طيب في فقرة بيس جذر سالب ميتين وستة عشر أحسنتم ممتاز جذر سالب واحد رح يكون الحال مئتان وستة عشر رح نحللها إلى ستة تربيع في ستة ثم بعد ذلك أحسنتم نوزع الجذر على السالب واحد وعلى ستة تربيع وعلى ستة طبعا نعلم أن الجذر يتوزع على الضرب والقسمة طبعا هنا جذر سالب واحد اللي هي آي جذر ستة تربيع رح تكون ستة وجذر ستة رح تنزل جذر ستة رح يكون الناتج ستة آي جذر ستة ممتاز نتحقق من يعطيني نتيجة جذر سالب ثمانية عشر طبعا ثمانية عشر ليس مربع كامل لكن هل فيه جزء مننا لو حللت العدد هل فيه جزء من تحليل العدد ممكن أنه يطلع من تحت الجذر يعني جزء من العدد مربع كامل نشوف نحلل قبل ما نحكم رح نحلل اللي هو الجذر سالب ثمانية عشر إلى سالب تسعة في اثنين لاحظنا هنا ماذا أحسنتم ممتاز التسعة مربع كامل رح تطلع بثلاثة وداخل الجذر رح يبقى اثنين مثل ما كنا نسوي سابقا طيب والسالب أحسنتم جذر السالب واحد رح يساوي اي إذن رح يكون عندي هنا ثلاثة في جذر سالب اثنين جذر السالب واحد رح يطلع باي والاثنين رح تاخذ وعندي بيبقى لي جذر اثنين هل الاثنين تطلع من داخل الجذر؟ لا جذر سالب مياه وخمسة وعشرون سريعة من منكم يعطي الناتج؟ أبا استعرض الخطوات سريعة من منكم استطاع أن يصل إلى الناتج؟ أحسنتم ممتاز طبعا أكيد أنكم حللتوا سالب خمسة وعشرين في خمسة أحسنتم الخمسة رح تطلع وعشرين رح تطلع بخمسة والخمسة رح تجلس داخل الجذر والسالب رح تعطيني اي يعني معنات أول ما أشوف الجذر داخله عددا سالبا معنات أن العدد أصبح أو أن هذا العدد أصلا تخيليا تحقق الأعداد التخيليا بحثة كل من الخاصيتين التجميعية والتبديلية على الضرب ويبين الجدول الآتي بعض قوى الوحدة التخيليا إذا العدد التخيليا البحثة في الضرب مثل العدد الحقيقية تحقق خاصية التجميع التجميع أني أضرب أي عددين ناتجهم أضربه في العدد الثالث ناتجهم أضربه في العدد الرابع وهكذا هذه هي الخاصية التجميعية وليس الجمع والتبديلية أني أبدأ بأي عدد أضربه في الآخر رح يعطيني نفس الناتج طيب نشوف الآن نستعرض في هذا الجدول بعض قوى الوحدة التخيليا طبعا ios1 اللي هي جذر سالب واحد اللي هي i وماذا تساوي اللي هي مثل ما عرفنا اللي هي جذر سالب واحد آي تربيع الآي الآن قيمتها جذر سالب واحد جذر سالب واحد أن السالب تكون داخل الجذر جذر سالب واحد رح نخليها ما رح تطلع بواحد مثل أعداد الحقيقية لو كان جذر واحد لا الواحد رح يطلع بواحد والسالب رح يطلع بالآي طيب لما نربع الجذر هنا أحسنتم ممتاز رح يعطيني سالب واحد اللي داخل الجذر تربيع اللي داخل الجذر رح يعطيني ما بيداخل الجذر لما نربع طيب آي تكعيب اللي هي عبارة عن آي تربيع اللي هي سالب واحد في آي اللي هي جذر سالب واحد أو آي تربيع اللي هي سالب واحد في آي اللي هي سالب آي يعني سالب جذر سالب واحد طيب آي أس أربعة رح تكون لاحظوا هنا أول شيء لاحظوا آي أس واحد بآي آي تربيع سالب واحد ثم آي تكعيب رجعنا لسالب آي ثم آي أس أربعة أصبح العدد كم؟ أحسنتم أصبح العدد واحد يعني الآن آي أس أربعة رح يعطيني العدد كم؟ أحسنتم يعني دورة الكاملة الآي عشان نرجع من جديد لأن الواحد هو العنصر المحايد في عملية الضرب الدورة الكاملة اللي هي كم؟ أس أربعة الأس أربعة طيب إذن لما يجيني آي أس خمسة معنات الواحد لاحظوا هنا كيف ليش أقول الدورة الكاملة الواحد رح أضربه في آي جديدة آي أس خمسة يعني الآي مكررة خمس مرات الواحد رح أضربه في آي معنات رح أرجع المين؟ الناتج لآي ثم آي أس ستة معناته ناتج آي أس خمسة اللي هو آي رح أضربه في زيادة آي يعني عشان يتصير ستة آي يعفوا آي أس ستة يعني ست آيات مضربة في بعض رح أعطيني ناتج سالب واحد رجعنا مرة أخرى ثم آي أس سبعة رح تكون آي ضرب آي ضرب آي ضرب آي ضرب آي ضرب آي ضرب آي سبع مرات اللي هي طبعا قبلها كانت آي أس ستة هذه سالب واحد لما أضربها في آي رح أعطيني سالب آي رجعنا إلى نفس آي أس ثلاثة والمثل آي أس ثمانية رح أعطيني الناتج كم؟ واحد اللي هي مضاعفات الأربعة مضاعفات الأربعة رح ترجعني إلى الواحد يعني تنهي الدورة نرجع من بعدها من جديد آي سالب واحد سالب آي واحد وهكذا ضرب الأعداد التخيلية البحثة أوجد ناتج كل من ما يأتيه الآن كيف أضرب عددين تخيليين بحتين؟ كيف؟ طبعا هنا خصائص الجذر التربيعي لابد من مراجعة خصائص الجذر التربيعي التي درستها في الصف الثالث المتوسط الآن لما يكون عندي سالب خمسة آي مضروبة في ثلاثة آي مثل الأعداد الحقيقية الآن لما أجي أضرب مثلا خمسة ضرب ثلاثة رح أضرب الخمسة في الثلاثة لما يكون عندي خمسة إكس مضروبة في ثلاثة مثلا إكس رح أضرب من في من؟ رح أضرب الخمسة في الثلاثة وأحسنتم ممتاز الـ X راح تنضرب في الـ X الـ 5 في الثلاثة 15 ثم الـ X في الـ X X تربيع بالمثل راح نسويه هنا مع الأعداد التخيلية البحتة يعني راح أضرب الـ 5 في ثلاثة راح يعطيني الناتج كم؟ 15 و-I في I راح يعطيني I تربيع ولا ننسى هنا في إشارة سالبة طيب نجي الآن خلاص الـ 15 كما هي I تربيع كم قيمتها جذر سالب 1 في جذر سالب 1 راح يطلع اللي داخل الجذر اللي هو سالب 1 وعندي سالب هنا أحسنتم إذن I تربيع قيمتها سالب 1 وعندي سالب هنا راح يعطيني الناتج موجة بـ 15 طيب لما يكون عندي جذر سالب 6 في جذر سالب 15 عندي جذرين مضروبين في بعض قبل قليل شفنا كيف لما يكون عندي أعداد مضروبة داخل الجذر قمنا وزعنا الجذر على هذه الأعداد عشان يسهل التعامل معها وتبسيطها إلى أبسط صورة طيب الآن بطريقة عكسية أنا عندي جذرين مضروبين في بعض هل نقدر أننا نخليهم في جذر واحد نعم بالفعل نقدر مثل ما سوينا بطريقة عكسية قبل قليل فمعنات أننا راح نخليها في جذر واحد ممكن نخليها هنا هذه في جذر واحد نطلع الآي أول شيء طبعا عندي هنا السالب طلعت بآي اللي مع الستة والسالب اللي مع الخمسة عشر أيضا طلعت بآي جذر ستة في جذر خمسة عشر دمجناهم في جذر واحد اللي هو جذر تسعون كم قيمة جذر تسعون نرجع نحل له مرة أخرى إلى تسعة في عشرة التسعة طبعا تطلع من تحت الجذر بثلاثة طبعا لاحظوا هنا أنه عندي آي مرتين فانضربت في بعض آي تربيع صارت سالب واحد جذر تسعة طلعت لي بثلاثة وجذر عشرة طبعا ما تتحلل يعني تتحلل إلى اثنين في خمسة ولا عدد منها يطلع من تحت الجذر فصار عندي الناتج سالب ثلاثة جذر عشرة نتحقق كيف راح نضرب هنا أحسنتم ممتاز راح أضرب الثلاثة في الأربعة والآي في الآي راح تعطيني آي تربيع وثلاثة في أربعة إثنى عشر طيب نبسط أكثر من كذا إثنى عشر آي تربيع آي تربيع كم قيمتها أحسنتم ممتاز قيمتها سالب واحد إذا راح يعطيني الناتج سالب إثنى عشر طيب هنا أحسنتم ممتاز راح يكون عندي آي هنا وآي هنا على طول مباشرة الآن ممكن أني أحل مباشرة بدون خطوات سالب هنا بتطلع بآي سالب هنا بتطلع بآي أضرب عشرين في إثنى عشر هذه هي تحليلها طبعا صارت عندي آي تربيع عشرين في إثنى عشر حللناها إلى طبعا العشرين أربعة في خمسة والإثنى عشر حللناها إلى أربعة في ثلاثة صارت عندي الأربعة كم مرة لو دمجناهم أربعة أس ثنين والخمسة مرة أس واحد والثلاثة أس واحد معنات الأربعة راح تطلع أس ثنين أربعة أس ثنين راح تطلع بأربعة وعندي آي تربيع وعندي خمسة في ثلاثة اللي هي داخل الجذر خمسة عشر آي تربيع كام؟ أحسنتم سالب إذا راح يطيني الناتج سالب أربعة جذر خمسة عشر طيب الآن بالنسبة لدمج الجذرين لما يكون في حالة الضرب لو جيت الآن ودمجنا الجذرين مثلاً وضربنا ما بداخل الجذرين مباشرة بيحطيني موجب اللي هو مائتان وأربعون موجب مائتان وأربعون هل بيعطيني التحليل نفس الناتج شو الأخير؟ لاحظوا هنا أصلاً هذا عدد موجب طيب أعطاني الناتج ماذا؟ سالب إذن قبل ما نبدأ قبل البداية في اللي هو تبسيط الجذور لابد أننا السوالب نطلعها من داخل الجذر على أساس أنها آي لأن العدد بالفعل ليس حقيقياً العددين هذولي ليسوا حقيقياً فنطلع السوالب اللي داخل الجذر هذه تعطيني آي وهذه رح تعطيني آي ثم ندمج الجذرين مثل ما وضحنا قبل قليل لذلك ننتبه هنا في هذه النقطة ما نضرب الأعداد اللي داخل الجذر بإشاراتها لا بما أن العدد سالب داخل الجذر رح يطلع آي من داخل الجذر والجذر الثاني فيه سالب رح يعطيني آي ثانية وحاكذا يمكنك حل بعض المعادلات التربيعية باستعمال خصائص الجذر التربيعي الآن مثل هذه المعادلة 4x تربيع زائد 256 يساوي صفر يعني واجهت معادلات مثل هذه وأبسط قليلاً لكن نفس الطريقة كيف كنا نحلها أحسنتم ممتاز رح طبعاً هنا ننقل أو هنا طبعاً رح نطرح 256 من الطرفين رح يكون عندي الناتج 4x تربيع يساوي سالب 256 رح طبعاً أقسم الطرفين على 4 رح أقسم هنا على 4 وهنا على 4 رح يعطيني الناتج x تربيع يساوي سالب 64 هو 60 كنا ناخذ الجذر التربيعي للطرفين هذه معادلة تربيعية ناخذ الجذر التربيعي للطرفين في فترة سابقة كنا نقول ليس لها حل ليس لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية لكن اليوم لها حل في مجموعة الأعداد التخيلية أو المركبة طيب إذن x تربيع رح يساوي سالب 64 رح أخذ الجذر التربيعي للطرفين طبعاً سالب وموجة في نفس الوقت السالب ماذا ستظهر أحسنتم ممتاز رح تعطيني الوحدة التخيلية i وال64 طبعاً اللي هي جذرها 8 رح يصير الناتج سالب وموجة بثمانية i نتحقق معادلة حليت ومثلها كثير في السابق طبعاً لو كان هنا طارح رح نستطيع الحل ورح تطلع عدداً العدد حقيقي لكن يوم صار جامع هنا اليوم رح نكمل حل المعادلة في السابق كنا نوقف ونقول ليس لها حل اليوم رح نكمل ونوجد حل لها اللي هي زي ما قلنا فيه مجموعة الأعداد التخيلية 4x تربيع زائد 100 يساوي 10 طبعاً مثل ما أنتم عارفين هذا عندي المتغير هذا العدد رح أطرح 100 من الطرفين رح يعطيني 4x تربيع يساوي سالب 100 طيب قبل طبعاً ما أخذ الجذر التربيعي رح أقسم على الأربعة للطرفين رح يعطيني x تربيع يساوي سالب 25 أنا طبعاً الآن حل المعادلة يعني أبغى قيمة x بأخذ الجذر التربيع عشان أتخلص من التربيع للطرفين رح يعطيني x تساوي جذر سالب 25 السالب رح يطلع طبعاً ما ننسى موجب وسالب لأننا في حل معادلات رح يعطيني الناتج سالب وموجب 5 25 جذرها 5 والسالب جذرها i أيضاً x تربيع زائد 4 يساوي صفر أحسنتم ممتاز رح أطرح أربعة من الطرفين رح يصير عندي x تربيع يساوي سالب أربعة أخذ الجذر التربيع للطرفين إذن x تساوي سالب وموجب 2i نتأكد أوجد ناتج كل مما يأتي جذر سالب 81 مباشرة كم 81 كم جذرها 9 لكن هنا في سالب أحسنتم ممتاز رح يكون 9i ممتاز أربعة i مضربة في سالب ثلاثة i ضرب عددين تخيليين بحتين كيف نضربهم أحسنتم ممتاز نضرب العدد في العدد طبعاً رح ننزل السالب ما ننسى أربعة في ثلاثة 12 وi في i i تربيع طبعاً هنا i تربيع معنات أني ممكن أبسط أكثر في أبسط صورة الـ i تربيع كم قيمتها؟ قيمتها سالب واحد تنضرب في السالب اللي في الخارج رح يعطيني موجب 12 أوجد ناتج كلاً مما يأتي i أس 3 وستون الـ i مضروبة في نفسها 63 مرة كيف ممكن أجيبها أحسنتم ممتاز احنا قلنا أنه عشان نوصل للواحد اللي هو العنصر المحايد في عملية الضرب نحتاج إلى أربعة i مضروبة في بعض معنات أني ماذا أحسنتم أحلل العدد 63 إلى حاصل جمع عددين واحد منهم من مضاعفات الأربعة أو يقبل القسمة على أربعة اللي هو عندي 60 تقبل القسمة على أربعة كم يبقى لـ 63 يبقى 3 i أس 60 هنا رح يكون عندي الأربعة هنا كم مرة مكررة كم مرة أحسنتم 15 مرة يعني لو صفينا الـ i هنا صف فيه أربعة رح أكرره 15 مرة رح يعطيني كم i مضروبة في بعض 60 طيب كل صف كم قيمته أحسنتم واحد والصف الثاني واحد واحد مكرر 15 مرة إذن i أس 60 رح يعطيني واحد في i أس 3 i أس 3 كم i في i سالب واحد في i سالب i إذن الناتج رح يكون سالب i الواجب عزيزاتي الطلاب عزيزاتي الطالبات اكتشف الخطأ هنا قامت كل من صفاء ومنال بتبسيط العبارة أي منهما على صواب وضح إجابتك ما رأيكم صفاء تقول 24 i أس 3 ضربة 2 في 3 في 4 24 وi في i في i i أس 3 تقول إنها سالب 24 i أما منال تقول إن 24 i أس 3 تساوي سالب 24 فقط من الصحيح أحسنتم اللي هي الصفاء لأن i أس 3 هي i في i يعني سالب واحد وفي i زائدة أيضا الواجب 12 و19 و22 و25 و34 وبذلك نكون انتهينا من الجزء الأول من درس الأعداد المركبة شكرا جزيلا عزيزاتي الطلاب والطالبات من الجزء الأن وقت بكل سالب أجب